من هو أول رسول أرسله الله عز وجل على وجه الأرض هو سيدنا نوح عليه السلام نريد أن نعرف قصة سيدنا نوح عليه السلام ولماذا أصلا أرسل الله سيدنا نوح عليه السلام إلى الناس وهم كانوا على دين آدم عليه السلام وهو الإسلام لكن نرجو منكم المشاركة والمتابعة وأيضا نشر مثل هذه الأشياء لنتعلمها معا ويتعلمها الآخرون عسى أن تكون سبب في نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله عز وجل لي ولكم العلم والعمل معا ما هو نسب سيدنا نوح عليه السلام سيدنا نوح من ولد آدم أو من نسب سيدنا آدم عليه السلام فهو نوح ابن لامك ابن منو شلخ ابن خنوخ له سيدنا إدرس ابن يارد ابن مهلابيل ابن قينا ابن آنوش ابن شيث لوا أول نبي بعد سيدنا آدم ابن آدم أبو البشر عليه السلام هذا هو نسب سيدنا نوح عليه السلام سيدنا نوح هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى البشرية كلها وأخذ هذا اللقب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنوضحه في موضعه قوم سيدنا نوح اسمهم إيه؟ قوم سيدنا نوح اسمهم بن راسب وبعث فيهم سيدنا نوح وكان عنده من العمر خمسين سنة وقيل ثلاثمئة وخمسين سنة وقيل أربعمائة وثمانين سنة هذه أراء العلماء التي ذكروها في عمر سيدنا نوح عليه السلام وقت البعثة إما خمسين سنة وإما ثلاثمائة وخمسين وإما أربعمائة وثمانين سنة سيدنا نوح عليه السلام من نسب سيدنا آدم كما ذكرنا لكن سؤال قد يسأل بعض المشاهدين يقولون مثلا كم المدة بين سيدنا نوح عليه السلام وبين سيدنا آدم عليه السلام المدة بينهم أعدت قد إيه كم سنة بالزبط والله أقول هنا الأفضل أن نلتزم بما قال سيدنا عبدالله بن عباس طبعا لو رجعتم إلى كتب التاريخ ستجدون آراء كثيرة جدا لكن في نهاية تحقيق العلماء لهذه الأراء قالوا أن كل هذا ليس له داعي خاصة مع وجود قول مأثور لسيدنا عبدالله بن عباس حضر الأمة وترجمان القرآن قال سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عليه السلام عشرة قرون انتبهوا لهذا الكلام جيدا كان بين نوح وآدم عليه السلام عشرة قرون كلهم على شريعة الحق يعني يعبدون الله عز وجل على شريعة آدم عليه السلام وهي الإسلام كلهم يعني طوال العشرة قرون هذه كلهم على شريعة من الحق ثم اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فهذا القول من سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يثبت أن المدة الفارقة بين سيدنا آدم وبين سيدنا نوح عليه السلام عشرة قرون والقرن كما عرفه العلماء لهم فيه رأيا بعض العلماء يقولون أن القرن المراد بمدة زمنية معينة وهي مئة سنة فيكون بين سيدنا نوح وسيدنا آدم ألف سنة عشرة قرون في مئة سنة يعطيني ألف سنة وهذا ليس ببعيد لأن الفترات بين الأنبياء أو الفترات بين البشر في ذلك التوقيت كان الناس أصلا أعمارهم طويلة زي سيدنا آدم عليه السلام زي ما حكينا أن نعاش قبيلة الألف عام الرأي الثاني للعلماء قالوا لا القرن هنا بمعنى الجيل يعني ليس مدة زمنية معينة وإنما جيل من البشر مجموعة من البشر يأتون ثم يموتون فهذا يسمى جيل من الناس فقالوا بهذا المعنى يكون بين سيدنا آدم وسيدنا نوح عشرة أجيال أي آلاف السنين ليست مجرد ألف فقط وإنما آلاف السنين لأن أعمار بني آدم في ذلك التوقيت كانت طويلة هذا بالنسبة للمدة بين سيدنا نوح عليه السلام وبين سيدنا آدم عليه السلام نذهب إلى نقطة أخرى في قصة سيدنا نوح وهي أين ذكرت قصة سيدنا نوح في القرآن الكريم؟ إذا تصفحتم مع المصحف لو فتحتموا المصحف سواء المصحف المكتوب أو على الموبايل على الهواتف ستجدون لو كتبتم كلمة نوح اسم نوح في الباحث ستجدون أمر عجيب جدا وهو أن اسم سيدنا نوح واسم قوم نوح ذكر في القرآن الكريم كثير جدا ما بين تفصيل وإجمال وتلميح ستجدون في مواضع كثيرة ستجدون قصة سيدنا نوح في صورة الأعراف ستجدون قصة سيدنا نوح في صورة هود بالتفصيل ستجدون قصة سيدنا نوح موجودة في صورة الأنبياء موجودة في صورة الشعراء موجودة في صورة العنكبوت موجودة في صورة الصفات موجودة في صورة باسم سيدنا نوح عليه السلام وهي صورة نوح وغير ذلك من الصور وستجدون بالتلميح أو الإجمال في معظم صور القرآن الكريم وهذا له دلالة إيه دلالة؟ ذكر قصة سيدنا نوح عليه السلام في أكثر من صورة بل في معظم صور القرآن الكريم إما تفصيلا أو إجمالا دلالته إن هذه القصة مليئة بالدروس مليئة بالعبر نريد أن نتعلمها سويا نريد أن نعرفها سويا نقف معها نتعلم من قوم نوح لنأخذ منهم خيرهم ونعمل به ونعرف شراهم ونتركه ونتجنبه ونتعد عنه